اشتركوا في القناة في ظل قيادة فخامته الحكيمة منوها سموه بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مستويات أوسع بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة كما بعث صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة ممثلة إلى أخي معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري معربا سموه فيها عن خالص تهنئه بهذه المناسبة